موسيقى بظل الوضع الصعب اللي بيعيشوا المسرح اللبناني رحلة جديدة بتنطلق على مسرح أبراج هالخشبة اللي رح تكون ملتقى لمحبي المسرح ودعوة لإعادة تنشيطها الفن بجهود فردية وإيمان بالتأثير القوي والحاجة الماسية لدعمه أما المشروع هو مغامرة قررت خوضة كرمال الفن وكرمال الشباب اللي بتحب الفن اللي بحاجة لمساحة تشتغل تبحث تفكر تطور طريقة الشغل نطور مناهج تعليم الفن من موسيقى لتمثيل لكل عناصر الفنون بطل اللي بيقدم على هيك مغامرة بهيك ظروف بهيدا البلد وأنا ما فيني إلا ما شد عيده وهيك أشخاص نحن كمماثلين نقابيين وغير نقابيين ومسرحيين يعني أقلشينه أفحده وندعمه لأنه نحن بحاجة لأكثر من مكان ينعرض فيه مسرح وترجع بيروت مثل مكانة رائدة المسرح العربي من أوله لآخره عم يفتتح مسرح جديد قدم نسمع أنه في مساري عم بتقفل وخلص وبطل في تمويل وبطل فيه ونركفه فكثير شي بيفرحنا وبيخلينا نأمن أكثر بحالنا أنا جدا سعيد بيفتتاح مكان جديد وبيئة صالحة للفنان المثقف المسرحي هالمغامرة بتأسس لمرحل جديد بالعروض المستمرة لأنه المسرح دائم الارتباط بالواقع كان العرض الافتتاحي لمسرحية درسة عمومة للمخرج هشام زين الدين هل توليفي بتحاكم الفكر المتطرف اللي بنتخبط فيه اليوم بعالمنا العربي أنا خادمة غبية لا أفهم في هذه الأمور نعم أنت خادمة غبية ولا تفهمين في هذه الأمور أخوان مادام ألم يقل لك دوجك يعني هم منوع الدخول إلى هذه الغرفة إلا بأمر من البرافستان شخصيا بلع قال لي المسرحية الدرسة عمومة هي توليفي بالمسرحيتين المعروفين عالميا كتير هني ترتوف لموليير والدرس ليونسكو الحقيقة أنا طلعت من فكرة المسرحيتين بمسرحية تالتة هي كتابتي بس استندت بفكرة المسرحية على موضوع المسرحيتين دمجتم ببعضون حتى أقول شي جديد نحن اليوم عم نعاني منه بلبنان وبالعالم العربي بشكل عام اللي هو عم حاول أنا وظف المسرح بمحاربة التفكير المتطرف اللي عم نعاني منه اليوم واللي وصلنا إلى ما وصلنا إليه بالعالم العربي كله برسالة شوي سياسية عن المجتمع العربي اللي عطول بينجرف من خلال المجتمعات الغربية لما السلطة الغربية بتقول إنه نحن عم مدنا الحارب كل مفاتح مسرح بيكون هيدا نوع من الأمل للمسرحيين وبتمنلوا كل التوفيق لهي لهيشام لأنه خطوة جبارة واحد يعمل مسرح بلبنان أريد فورا الحصول على الدكتوراه طبعا طبعا أنت مستواك الثقافي والعلمي ليس عقل من دكتوراه وأنا سعيد بك جدا حسن فروفيسور طبعا أنت عقري ترجمة نانسي قنقر